تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيولا برد لم يسبق له مثيل إذا أجرت كوريا الشمالية اختبارا صاروخيا جديدا وعشار يون إلى أن تصرفات بيونج يانج تؤدي إلى زيادة الانفاق الدفاعي في دول المنطقة بما في ذلك اليابان نشر المزيد من الطائرات الحربية والسفن الأمريكية في مقابلة مع رويترز قال رئيس الكوري الجنوبي نصين لا تتحمل المسؤولية فقط عن التأثير على سلوك كوريا الشمالية وإنما هي قادرة على فعل ذلك ودعا بكين إلى ثاني بيونج يانج عن السعي لتطوير الأسلحة النووية وإنما هي قادرة على سلوك كوريا الشمالية وإنما هي قادرة على سلوك كوريا الشمالية وإنما هي قادرة على سلوك كوريا الشمالية إذن هذه الاختبارات الصاروخية المستمرة لكوريا الشمالية باتت مصدر تهديد لجيرانها وزادت منسوب التوتري بينهم نتابع منسوب التوتري في شبه جزيرة الكورية في تزايد مستمر منتصف أكتوبر أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية وأرسل طائراتها المقاتلة للتحليق قرب الحدود مع جرتها الجنوبية في وقت اعتبر فيه الزعيم الكوري الشمالية لاختبار تحذيراً واضحاً لمن وصفهم بالأعداء بعد نحو أسبوع أطلقت كوريا الشمالية عشر قذائف مدفعية بالقرب من الحدود الغربية رداً على طلقات تحذيرية أطلقتها كوريا الجنوبية على سفينة تجارية كورية شمالية عبرت ما يعرف بخط الحد الشمالي بالقرب من جزيرة بينغون يونغ ولكبح جماح التهديد العسكري الكوري الشمالي اتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على تعزيز الرادع عقب محادثات في توكيو أشاروا فيها إلى أن التجربة نووية كوريا الشمالية ستستدعي رداً قوياً غير مسبوق عمليات الإطلاق المتعددة لكوريا الشمالية زادت في الوقت الذي أجرت فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية نهاية شهر أكتوبر أكبر تدريبات جوية مشتركة بينهما على الإطلاق والتي انتقدتها بيونغ يونغ بشدة ووصفتها بأنها عدوانية واستفزازية وفي بداية نوفمبر وفي توتر جديد أطلقت كوريا الشمالية أكثر من عشرة صواريخ وقع أحدها قرب المياه الإقليمية الكورية الجنوبية مستدعى رداً من سولا التي أطلقت ثلاثة صواريخ جو أرض فيما ندد رئيسها يونسو كيول باشتياح أرضي بحكم الواقع موسيقى